نعترف بالحقيقة يعني هو ليش ما تتغير أخلاق وطباع وتصرفات اللي يقودون الأمر في البلد كيف نه تغير مجتمع شنو كذا ديمقراطية ما تقبل ثنيا تزوير له متزوير هم من بداية الأمر من اعتصمه بباب المعلى احنا مو نحشي بطوابية ولا نتخيل ولا نجيب محتل كما جاءوا هم مع المحتل احنا هنا ننتقد المحتل ومقرعيهم 24 ساعة وتحدى اي واحد يقدر يوصل هنا لا يتوقع يكون ديمقراطية وحرية هنا منه جاءوا عن المحتل جماعتك جاءوا مع المحتل عزيزي ال بين وثلاثة لنت حاولت تتغير التاريخ انتوا اللي قلتوا انتخابات مزورة جماعتي لو جماعتك جماعتي شاله وبندقية جماعتي منه انت الآن من المحتل يا دكتور احمد جماعتي شاله وبندقية وقاتله جماعتي انتفاض الشعبانية جماعتي انتو دماء وشهداء جماعتي كانوا في كردستان انا ما جاي هنا متأامر في الجماعتك واللي بوصول الأياد لا يا عزيزي كن موصف خلي كمل سيد البرزنشي بقاطع بيترح سيد البرزنشي سيد البرزنشي دلس على الناس يا اخي وهم ما قتلوا المتظاهرين انت لا داخل العالم بالنصيح اتتوا تقولون انتخابات مزورة من قتل الشعب العراقي لا تتحدث بشعارات سيد البرزنشي لا تقاطع شنو الدليل معتك اتصار لك سنة سيد البرزنشي سيد البرزنشي تقريبا من امريكا وتجي تخلي الناس تشرفك وتشرف من كان معك زيان انت بصوتك بكلامك قتلت الشعب انت اللي دفعتم المحرات انت اللي دفعتم المحرات اخي ما حد استخبلك في تشرف وانا اتمام انه هتناقش مع حضرتك وسوف انسح انت قاتل انت من قتلت الشعب لا لا دكتور احمد انت اللي نفسدت عقولهم انت وامثالك سيد البرزنشي مقاطعك مقاطعك من مقاطعك تحترم وقته لا 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 عيب تسجلها عندك عزيزي بس اسمحلي اسمحلي خليني اكمل خليني اكمل هساني مو احمد لبيض خليني اكمل من عندك ملاحظة كلمة تقول هذه غلط ما ترهم ما تصير سجلها يمك ملاحظة يجي وقتك أنطيك ياه كامل مكمل ترد عليه مثل مصار وياك وانطيتك الوقت هو محد من الضيفين تدخل ببداخلتك